قصما قادرون سنعبر بهذا القسم القديم الجديد افتتح الاعلام الحربي لحزب الله السنة الجديدة فانشر فيديو يحاكي اقصحام عناصر الحزب للاراضي الاسرائيلية بعد احداث ثغرة في الجدار الاسمنتي في جنوب لبنان ويأتي هذا الفيديو تزامنا مع الذكرى الثالثة لاختيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني تذكير اليوم او محاولة ملء فراغ بشخصية سليماني لازال الكثير يعتقد انه سليماني لم يكن له الدور الاساسي والمحوري في محاربة اسرائيل بالقدر الدور الذي قام به على مستوى الحروب داخل المنطقة العربية يعني اذا رأبنا الحمل الاعلامي المواكب لهذه الذكرى في محاولة تركيز على الموضوع الاسرائيلي بعد ثلاث سنوات لما اطرد على اسرائيل بدل الولايات المتحدة الامريكية المعنية مباشرة باختيال سليماني الموضوع الاسرائيلي كلفته اقل يعني لا يشكل اضرار بالنفس المستوى التي الذي يشكله المناكفة او المواجهة مع اماركا بالتالي هلأ في استخدام هذه الصورة في مواجهة اسرائيل استخدامها لانه في حاجة سياسية ربما في هذه المرحلة وفي محاولة تظهير انه انه نحن في مواجهة اسرائيل ولسنا في مواجهة يعني مع العدو الاساسي في المقابل يتساءل المعنيون عن ازدواجية الرسائل الموجهة لاسرائيل فبين فيديو تهديد اليوم وترسيم الامس للحدود اشارات متداخلة ترسيم يعني ما كان يعني انقلاب نوعي هو تأثريت لمسار مسار تهديد حزب الله بشكل اساسي وحساباته الاساسية ما بدي يقلل من شأن انه هو ضد اسرائيل اكيد ضد اسرائيل لكن عنده شيء اهم الاهم هو السيطرة على لبنان لا شك انه مقابل هذا الحماية الاستقرار على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة ثمنه هو السيطرة على لبنان وهذا كنا شايفينه بكل السنوات الماضي تحول موال الرد في الزمان والمكان المناسبين الى استراتيجية يفاعلها الحزب عند كل مفترق طرق ليبرر بقاء السلاح في يده بعدما قدم نفسه كعنصر استقرار للمنطقة